ايه اللي حصل في نادي الزمالك بعد الهزيمة النهاردة من امبي ايه اللي حصل بين فريرة واللعابين؟ تعالوا نشوف اولا فريرة طلب من اللعابين الهدوء تماما في هذه المرحلة وعدم الحديث خاصة وان الفريق مجبل على مباراة مصيرية يوم الجمعة المجبل امام شباب بولزداد الجزائري بدوري ابطال افراك معلش وقفين وقفين ان ارجع لي تاني عشان عايز اقول كلمتين في الجزئية دي بعض الناس مبارح بعد ما خلصت الحلقة وشفت ردود الافعال كلها سواء اعلاميين سواء ناس على السوشيال ميديا كل الناس يعني فيه اتنين منقصمين فيه جزء هو اللي عمل زيحات مبارح وطلع الطاقة ده جزء اكبر سواء اعلاميين او جماهير وفيه جزء اقل شوية يقولك لا يا عم اسقط احنا اللقتي في وقت مسندة الاهلي عنده مواجهة مهمة امام القطن والزمالك عنده مواجهة مهمة امام بلوزداد لا يا فندم انا ياسف والله لا شغلالة اعلامي ولا شغلالة مشجع انه يساند ويدعم اصلا اه هم بيمثلوا مصر وافرح بيهم جدا ان شاء الله ربنا يكريمهم الاثنين ويعملوا للأسف اللي انا هقولها دي للأسف المعجزة ويسعدوا بس انا انا راجل بطلع اوصف حالة يعني الزمالك لما كسب التراجي نيجي نعمل فرح مش هتكلم بقى على اللي قبل ولا اللي بعد انا هبتكلم على حالة الزمالك قدام التراجي فرح نادي الاهلي رغم الهزمتين الكبيرتين في كاسة عامل بس اطلعنا وقلنا ان الاهلي عمل بطولة جيدة نصف الحالة نصف الحالة يخسر الاهلي خمسة من سان داونز هطلع اقول والله يا بص يعني هي مش مشكلة الخمسة وان شاء الله اللي جاي احسن ده غلط ده اصلا غلط طيب هاجا اقولي النهاردة الزمالك يعني ايه تخسر المشكلة تخسر امن امبي هدفين في الدورة الممتاز عادي مش مشكلة المهم تخسر ده غلط دايب انا كده ما عملتش دوري صح تمام المشجع كمان خد بالك بقى المشجع كمان مش دوره انه يعمل كده المشجع ينفعل مع انتصارات فريقه بالاجاب ويزعل مع خسار فريقه طبيعي برضه طيب مين بقى اللي مسؤول يدعم ويتعامل نفسيا وا 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 الجايز الفني واللعبين يعني اللي عمله فريل انه يطلع بعد المتش يقول اللعبين طب بصوا مش هنتكلم عن المتش دلوقتي نهدى عشان عندنا مباراة مهمة شاو بلزة بقى تخلص بقى يحسيهم على كله براحته ده دور الجايز الفني صح ما تهدش الفرقة دلوقتي دور اللعبين انهما ما يسمعوش لنا اصلا يعني ما يسمعش بقى ده كريم زعلان والجمهور زعلان وسين زعلان ما تسمعش ركز وعوض بقى الكل قول انا هطلع اقول انا هطلع هلعب عشان الجمهور تطلع تقول عني ان انا كويس انا هلعب كويس عشان الجمهور تقول ان انت عظيم اللي بيطلع على تلفزيون ده يقول انه والله الفرقة دي عامت شغل كويس ده شغلك انت مش شغل انا الامور فيها خلط مش طبيعي يقولك اه ما انت يعني دعمت الزماني ودعمتش انا اللي عايزين ندعم ده ولا ندعم ده احنا عايزين نفرح بيهم عايزين هم يشرفونا نحتفل بيهم ونهيص للصبح لما يفرحونا ويشرفوا القرى المصرية خسروا هنقول لا ده سيء وكل حاجة سيء عادي ببساطة يعني نكمل نخش على سنية لعاب نادي الزماني اتحدثوا مع فريرة في غرفة ملابس الفريق بعد المباراة عن اجهدهم بدنان وعدم قدرتهم طوال اللقاء وهو ما اعترف به المدرب واكد لهم على ضرورة غلق صفحة مباراة امبي والتركيز في لقاء شباب بلزداد سالسا فريرة لم يتحدث مع اللعبين سوى بهذه الكلمات وذهب الى الغرفة الخاصة به بسحبة افراد الجهاز المعاون وتناول وجبته الخاصة واخرج ليه المؤتمر الصحفي رابعا على مستوى الادارة اصبح هناك شبه اجماع على رحيل المدرب البرتغالي فريرة وان تكون الفرصة الاخية لهم مباراة شباب بلزداد وحال الاخفاق فيها والتعارض للخسارة سيرحل عن الفريق اما لو تعادل في هذه المواجهة سيكون هناك فرصة مازالت موجودة خصوصا وان الفريق لن يفقد الامل ولكن سيكون مصيره معلقا بنتائج الفرقة الاخرى حال الاطاحة بفريرة سيدم ايضا رحيل الجهاز المعاون سواء المصريين او الاجانب مع منح الفرصة للجهاز الجديد سواء كان مصريا او اجنبيا الجهاز المعاون لبرتغالي فريرة كان طلب منه اراحة عدد من لعبي الفريق قبل مباراة اليوم على رأسهم محمد عبدالغاني وحمزة المسلوسي ودونجا وسيف الجزيرة وسيف جعفر وزيزو او على الاقل سلاسة لعبين منهم لكن المدرب رفض غلط صراحة فريرة رفض اشراك محمود حمدي الوينش بشكل اساسي لانه غير جاهز بدنين الى جانب زيادة وزنه ولكنه قررت دفع به في اشهود ثاني وده كنت مستنيه في مباراة اليوم لعله وعسى يبقى جاهز للمباراة بلوزداد الوينش هيبقى مهم جدا حتى لو بنص مستوى بس خبراته مهمة مبين شوطاي المباراة انفجر فريرة غضبا في اللاعبين بسبب توضع الاداء الامر الذي اغضب اللاعبين كبقى ابدا اللاعبين الذين تم استبدالهم دونجة وعبدالغاني غضبهم من الخروج مش نقصة يعني زعل دلوقتي اهو ده بقى الكلام محتاج تركز بقى للي جاي هناك حالة غضب بين اللاعبين بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية لهم في الفترة الاخيرة حيث وصل التأخير الاربعة اشهر للعبين وشهرين للجهاز الفني ودي برضو مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة جدا طيب طيب